تواصل وزارة الدخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الدخلية خلال 24 ساعة من ضبط 494 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 117 طن من مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط قرابة 22 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 95 طن أما في مجال قضايا المخابس فقد تم ضبط 722 قضية من بينها 181 قضية خبز ناقص الوزن و191 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجال ضبط قضايا تهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 16 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 163 طن